أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فعالية بدء صب الخرسنة للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي وأشر الرئيس السيسي في كلمته إلى أن مشروع الضبعة النووي يعكس الأهمية البالغة التي تليها مصر لقطاع طاقة إيمانا بدوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الحضور الكريم أود في البداية أن أعرب عن خالص تقديري وسعادتي بالمشاركة الكريمة لصديق العزيز فخامة الرئيس فلاديمير بوتين في فعليات بدء تنفيذ الصب الخرسية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي والتي تأذن بمشروع الدولة المصرية في مرحلة الإنشاءات الكبرى لكافة الوحدات النووية بالمشروع كما أتوجه أيضا بالشكر للضيف الكرام السيدات والسادة أنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم الذي صنع بعزمته وإصراره وجهده التاريخ على مر الأصول وهو اليوم يكتب تاريخ جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية وأكدا تصميمه على المضي قدما في مصاري التنمية والبناء وصياغة مستقبل المشرق لمصر إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحة مضيئة أخرى في مصاري التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحادية ويعد صرحا جديدا إضاف إلى مسيرة الإنجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ كما يعكس مدى الجهود المبزولة من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي بإنشاء المحطة النووية بالضبع الذي يسير بواتيرها أسرع من المخطط الزمني المخرر متخطيا حدود الزمان متجاوزا كل المصاعب ليعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي واحد ركائز التنمية الاقتصادية وفي قرية مصر 2030 السيدات والسادة أن ما يشهد عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النوو السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الإحفوري ويجنب تقلبات أسعاره كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزيدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بما حقك لاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ وختاماً أتقدم بالشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفاعلية كما أعرف عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركة أتوم ستروي أكسبورت البقاول العام الروسي للمشروع وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق أهملاً دوام التوفيق في مراحل المشروع المقبلة مرة أخرى وقبل أن أختتم كلمتي أتوجه لك أخي فخامة الرئيس بوتين بكل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام على دعمكم لكي يخرج هذا المشروع إلى التنفيذ لو ندعمكم منذ ديسمبر 2017 وحتى الآن أتصور أن هنا بسجله لكم وبدعمكم الشخصي لإتمام هذا المشروع شكراً لفخامة الرئيس بوتين مرة أخرى أشكركم وأشكركم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة